اشتركوا في القناة هذه طريقة عن طريق الملك طريقة طريقة ثالثة من كل مدينة الله سبحانه وتعالى يخرج عمود نور حس شنو هذا العمود النور النوري العمود من النور شنو هو هل هو ملك او شيء اخر ذاك بحث اخر فالامام عليه الصلاة والسلام ينظر الى هذا العمود فيعلم باعمال الناس كل الاعمال يعلم بها ليشهد بها يوم القيامة حتى لا تكون شهادة زور فانت الآن مثل ما الله سبحانه وتعالى يرى اعمالك ويرى اعمالنا جميعا ألم يعلم بأن الله يرى كما أن الله هو يرى ويعلم كذلك الله سبحانه وتعالى يعلم وليه ويخبره بالطرق التي جعلها الله سبحانه وتعالى يعني بإذن الله الإمام يعلم بإذن الله لأن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لكن الله سبحانه وتعالى إذا شاء يخبره شيئا من الغيب إلى أوليائه فليس بعاجز عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ورسول الله صلى الله عليه وآله أعلم الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو الله سبحانه وتعالى يلهمهم بالطريقة التي هو يريدها سبحانه وتعالى بحكمته فيعلم بأعمالنا الرب سبحانه وتعالى ويعلم أوليائه بأعمالنا ويوم القيامة يجون يشهدون وشهادة عن علم أو عن رؤية لا شهادة زور فلذا علينا أن اندير بالنا بالنسبة إلى أعمالنا الله يرى الملائكة يرون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الأئمة عليهم الصلاة والسلام يرون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم حيث سين للتأكيد يعني الآن يراها يعني يعلم بها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المقصود بالمؤمنين الأئمة عليهم الصلاة والسلام هؤلاء يرون الرسول والأئمة ويوم القيامة يشهدون اشتركوا في القناة 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 شكرا